كيفية اختيار محطة التحليل المنزلية وجهة نظر تخاطب العقل والمنطق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبب انك لازم تعرف كيفية اختيار محطة التحليل المنزلية هو انه هذا الجهاز هيكون في كل بيت تقريبا خلال سنوات وهو استثمار عتق الطويلة الاجل لانه ما هو معقول كل كم سنة اشتري جهاز او اشتري وجع راسي وصحتي ندخل في الموضوع اهم العنصر في اختيار محطة مياه منزلية هو انك تختار من انواع الدارجة في السوق عشان تضمن توفر قطع الغيار دائما والبدائل لها العنصر الثاني يشتري اجهزة اصلية جودتها عالية ما هو بالضرورة طبعا يكون سعر الجهاز غالي جدا عشان يكون جيد وانما تتوفر فيه هذه الشروط الشركة المصنعة تكون معروفة يعني لها موقع الالكتروني ولها تاريخ موثق بشهادات وترى ما هو شرط تاخذ من اعلى ماركة في العالم والجهاز لازم يكون فيه مفتاح املاح نوعية جيدة للتحكم في نسبة الاملاح الذائبة فبدونه راح يعتبر ماء مقطر للمعلومية فيه حالات تحتاج الماء بدون املاح سواء علاجية او لنظام غذائي باشراف طبي او اسباب تصنيعية او طبية اخيرا النقطة لا تقل اهمية على النقاط السابقة وراح اذكر بعض المواقف المضحكة المبكية في نفس الوقت لحقك مقدمة الخدمة او منفذ البيع لا تسترخص وتشتري وجع راسك لا تشتري من جهة غير رسمية ومسؤولة عشان تقدر تضمن حقوقك ليش الاسباب كثيرة عشان كذا راح افرد لها حلقة مع بعض اساليب الغش في هذا المجال وان شاء الله تنشر خلال ايام قليلة بالاضافة الى حلقة عن جدول تغيير او جدول الزمن لتغيير مراحل الجهاز راح انشره اولا بالختام اذا اعجبكم الفيديو ادعموه بالاعجاب والنشر عشان تعم الفائدة ويهمني اعرف اراءكم وتعليقاتكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان استغفرك اتوب اليك السلام عليكم